جولة حول حديقة شركة أبل بين إيلون ماسك وتيم كوك كانت أكثر من كافية لحل خلافات جوهرية بين عمالقة تكنولوجيا فوفقاً لبحث نشر في مجالة علم النفس التجريبي الأمريكية يأتي أكثر من 80% من الناس بمزيد من الأفكار والحلول الإبداعية عندما يمشون كما أن كثيراً من الخبراء يعزون النتائج الإيجابية لتلك الاجتماعات للحرية التي يشعر بها المجتمعون وعدم التقييد ببيئة المعينة أو الحضور وراء مكتب أو أمام شاشة مما يسمح بمزيد من الإبداع والمرونة عند تبادل المقترحات وطرح الأفكار واتخاذ القرارات كما يمكن للاجتماعات التي تتم مشياً على الأقدام في الصباح أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة لبقية اليوم ويمكن أن تساعد اجتماعات ما بعد الظهر على تجنب الفتور بعد استراحة تناول الطعام وينصح الخبراء باستخدام تطبيقات خاصة لتسجيل النقاط المهمة فليس من السهل التحدث والكتابة أثناء المشي كما أن الاضطرار إلى التوقف لتدوين الملاحظات قد يقوض الأفكار الإبداعية والعصف الذهني